مرحبا بكم اني سيلكول كيف نكمل مع بعضنا في الوصفات حاجة السهلة والسريعة وتكون في نفس الوقت ابنين اليوم ما عينيش نطيب اما خبزة محشية اما عينيش نعم ملعجينة كيف عملت ؟ خليت كعبتين بطاطا قشرتهم وقصيتهم وكعبت كما تراوها وحطيت شوية زيتونة في المقلة والزيت وحطيت لهم ملح وفل فلاكحل نجم تفوحهم بالزعطر وكمون اما في الاخر بالكل من الول نجم نضيف الملح وفل فلاكحل وفاحات الاخرين اذا انت تحبت زيت او نعطيكم انا شعمال ونعطيكم افكار نقليهم هكا شوية مع بعضهم ونغطي عليهم ونخليهم يتيبوا بكل بيخ وانت حمار تركينة نقلبها حتى تتيب البطاطا في الاثناء انا مشيت نحضر في بقية العشاء ما صورتوش لكل مع بعض وخذيت طبقة الفور حذرتو في عوض العجين كي نعمل العجين عندي الخبز تغطية حاضر حتيتك الطبقة ذاكا في عوض نحط فيك مقطوكم عجين حتيتك الخبز ذاكا حتيت اربع خبيزات كي يعملوا قشرخشينة وكملت طيبة البطاطا حتيتك اللي تحمل حتيتك اللي تحمل حملي حملي حتيتك تحطوهم في الفور ولا تقليهم ولا تحطوهم في اللير فراير يتيبوا ومن بعد تخلطوهم مع بعضهم اتوا تفهموني حسينوا تابعوني بل الخطوة بالخطوة من بعد ما تقليت هكي البطاطا هذيك وحتيتها هي من لطة بالكل وكيما الحشو تنجمو تخلطو كل شي انا بطوا بش نعملو كيما تنجمو تعملو كيما عملت انا رجعت لنفس المقلة زيتها وطوا بش نرمي فيها قيبة بصال قسيتها مكعبة صغيرة ولا بطول كيما تحبو ندبلها شوية وحتيت معاهم غرفة ثوم وزنجبيل مخلطين مع بعضهم يبنو خاصة اني بش نعمل معهم الجيج عندي يزدرنا بتاع الجيج بش نكه بيهم ما عندكش حط ثوم يز وحط عليهم هكا شوية متارد كين فمح ويجا قارسة هكا تعطي ولا خل ولا اللي عندك ولا قارس فوق اللي الجيج وعندي يزدر متاع الجيج هو اشتر زدر مش ازدر كامل اشتر زدر متاع الجيج قسيتو مكعبة صغيرة وحتيتو بش نطيب ولا قليه مع هكا البصل والثوم النار تكون عالية بش مايسيبش الماء بتاعو من اللويل بش نفوحه بالملح والفلفل لكحل وكل عادة اي وفاح عندك حطوا معناه في الاخر بالكل كما تحب انتي انا جوست بش نحط لزيغ بدو بخوفانس وكليل وزعتر وهم يقولوا لزيغ بدو بخوفانس من عرش نسيت شنوة حاجة اخرى زيدة فيهم اقبار لكليل وزعتر اما راهم نكهة كليل وزعتر انا حتيت شوية بش ماكثرش ولكليل وزعتر بالذيت مع الجيج اذا كثرنا منه راه يطير وينحي مطعم نكهة متاع الحاجة يبش طيبها جملة يولي هو طاغي ويعمل كجير وكل حريق وكل مكثروش منه او كرشة خفيفة وكملت معهم قرن فلفل اخضر قصيته هو طروف سوتيتو معهم هكا وطعم بعد الكل يتيبوا مع بعضهم ويذبلوا مع بعضهم واللفاحات دي ما نقول ترجلكم لكم عندي كعبة خضرة هكية باش نقصها زيدا هي مو كعبات ونرميها زيدا معهم على القراءة يبنن على الخبزة المحشية قبل قبل مبنى نصور مو كتن كنت دي ما نعمل خبزة المحشية ونعملها بالقراءة الخضر والقنارية خاصة الوقت الوقت اذي كنته موجودة القنارية نعملها سفنيريا قراءة الخضر والقنارية جيج شامبينون والقراءة الخضر الفلفل معه كمالت معهم كعبتين طماطم كبير قصيتهم وكعبت بزرعة ونخلطهم طوال كل مع بعضهم كي نعملهم بنفس الطريقة بريسك كما تبيعها بدلت العجينة ونخلطت كل مع بعضه ويجب أن نعمل حاجة بطريقة أخرى وضعتهم غرفة صغيرة مليئة طماطم معجونة لذلك لا يحبون نكهة طماطم معجونة ونحس كيف نعمل كريم فريش من بعد الطماطم المعجونة تكسر لي النكهة الفائدة ونحط كركم في بلاست الطماطم وننسى وش قد ما تكون الخضرة منكها ونحسك بطبيعة ونكهة خير ونحمل ونحس كيف نعملها هنا ونحس كيف نعمل تونس ونحتج تقدم في خضرة لتونس فقد احتاج الى مستمتع لنشرب بلد مازة للي ونمتع الناسى نعمل عجبن نزل نضيف طوابع جبن مثلثة ندف طوابع جبن مثلثة انا اول مرة نكتشف جبل المثالثات اذي فينو كهيت مشيت البلجيك انا اخذيت القاضية من غادي اعرضني جبلنا ذا فيه القرويير قليك مثالثات بالقرويير اي اخذيتو ننقاهي فيكتيف ماو فيها اريير قوو هاك متاع القرويير اما مطعم ومطعم جبل المثالثات اللي نعرفوه العادي حتيتك الزوستويبع هذوكم وحليتهم مع هاك السوس وزيت ثلاثة مغارفة كبار كريم فريش وإلا حكة صغيرة كريم فريش انا عندي حكة كبيرة قعد لي منها اشترها والقل من اشترها شوية سينوطنج تعملها سوس بشاميل اذا ما عندكش كريم فريش وتحب تعملها طوى جوست ما يعملوا غلوة تبق بيقه صغيرة اكهو ونهبطهم احضر الحشو متاعي مش نمشي طوى نحطوا عليك البطاطا اللي حطيناها مع بعضنا قبل كل شي ساعب شو نحط جبن في بيلي بش نخلط معه جبن لأ حبيت جبن يكون مع البطاطا حتيت تكميشيتك جبن موزاريلا الجبن المتوفر عندك حط ما عندكش بش ليزم ونحطه وفوقه هاك الجو ذاك الكل وهو سخون يدواب لي جبن وك السوس الزيدة ديك بش تشربها البطاطا البطاطا شيحة والسوس تشربها نوزع الكل بالتساوي في الطبق ومن بعد نجي نسكر عليه كلا تجيل ملسوقة يعني كتسكرك كوراق الملسوقة نطويها ونحط على جنب حتيش ليلي نكملها والهنية تنجم تغطيها بخبزة واحدة بخبزة ستين بثلاثة باللي تحب انتي انا حطيت خبزة بركة ونحط عليها طوى كم شا متاع جبن موزاريلا زيدة بش يزيدي بنانها كوي زيينها من فوق اختياري نعاود ونقول اختياري وحطيت عليها اشترنا مغرفة اكل كليل والزعتر والليزير بخوفانس اذوكم بشي نكهولي الجبن كان عندكم سوس تماتم اعمل وكتبتك الجيرية هذيك ضربة فوق الجبن زيدة زينه وهي كيفاش سكرناها حطيتها في الفور على مية وتسعين درجة مدة عشرين دقيقة حمار الجبن هبطها صيح الخبز طايب الحشو طايب نحبو الكل طابش يتخلط مع بعض وجبن من فوق يتحمر اكاها وطاوة خرجها ونقصها ونقدمها نجي تقصيتها كيما تروا على اربعة انتي وتنجم تنقص بطبيعة ما تعملش كيفيينها اربعة نجم تعملها حتى على ستة ثقامت من فوق الجبن نردها حتى نزيد من كهذا خرجوا وعملوا كل معناها في الحرف الخبز سكينة و سباتولة خبز شدد على الجناب و كل طاح اللي منه الحشو طواريكم بعدها حطيته في السحين والبرج الثاني نحرره بالجناب سباتولة نتأكد اللي هو بعد على بعضه نتأكد بريج كامل و جيت خفيفة و بنينة لم تكثرت لهيش في الوفاحات كما ترى ما حتيتش برشة وفاحات خليت لها انو كهيت متاحة جيت بنينة و خسطن انا جبن يعني يحسوا قوي على الاخر ما نحبش معاها مطعم يكون قوي خليت مطعم الخضرة بنين على الاخر و خسطنك القرع كارني كثرت منه و انا نحبه القرع على الاخر وبالحق كبني كثرت منه بنينا بنينا جيت تهبل اما برج كان فطرت متعشيت و كانت عشيت و ما فطرت فكا ويني وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها و ان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى و وصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة